بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أراني بين عمالقة العلم وكنوز المعرفة ومنابع الحكمة أتقدم إليهم بما عهد إلينا شيخنا في رحاب الله شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ علي سرور الزنكلوني أحد الكبار الذين أسعادني الله عز وجل أن أكون في زمانهم زمان علي سرور الزنكلوني زمان محمد أحمد العدوي زمان الشيخ علي محفوظ من أحصي من أذكر لكنني أنتهز هذه الفرصة فأعهد إليكم بما عهد به إلينا شيخنا عهد علي سرور الزنكلوني نعم لقد أجزتكم جميعا بما أجزني من علمه ومعرفته ومن أسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أجزتكم أن تروا عني وأنا أقل من سمع من الشيخ سنذكروني ومن أولئك الذين ذكرت أجزتكم في أن تروا عني ما عهد إلينا به شيخنا عالي السرور الزنكلوني من مرويات من مرويات من المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذن لكم أن تروا من بعد بذلك الإسناد أو بذلك الذي عهد به إلينا شيخنا وأسأل الله تعالى أن يجعلكم دائما مناهل عرفان وأكاسير علم وهدى وإسلاح ومرة أخرى لقد أغزتكم بكل ما أجازني به وأجاز غيري شيخنا علي السرور الزنكلوني وأرجو الله تعالى أن ينفعكم بهذه الإجازة وأن تكونوا أهلاً لأن تجيزوا غيركم من تلاميزكم وأنا أعرف تلاميزكم وأسأل الله تعالى أن يزيدني وإياكم علماً على علم ومعرفة على معرفة وحكمة إلى حكمة حتى تتم بي وبكم وبأبنائنا وأبنائكم نعمة العلم على إخواننا جميعاً وأريد أن أتيح الفرصة لنستمتع بهذا الذي تتحدثون به عن التصوّف والتصوّف في الواقع ينبغي أن ترتاح إليه الأنفس ينبغي أن تستأنس به أنفوس ينبغي أن نعلم أنه ليس انغلاقاً ولكنه انفتاح على التربية الأصيلة وعلى تزكية الأنفس ذلك والتصوّف الذي قال فيه من قال قال فيه من قال ولس أنحل هذا الوصف غير فتىً صافا فسوفي حتى نقم السوفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً لك